اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إلي وصحبي أجمعين صباح النور صباح الفل والياسمين إن شاء الله يارب تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا فيه اليوم النهائر جديد معايا ربنات وفيديو جديد هذي فيديو نهار السبت وكما قاعدين تشوفوا في الحوسة حوسة كاملة في الكوجينة على كعبتين أعظم طيبتهم الله أعلم عليش معناه وقسموا بلات خط الكوجينة تصدمت وقيتهم حداً خليتم يفتروا الصغار وكلما تدخلت بش نلبس دبشي وش نبدأ في بيلي نصور معاكم ومش نطيب ولفطور وكل شي لقيت الدنيا روسة كل فتفات دنيا كل فتائر نوتهم lleva كافتائر اللي عملتهم معاكم آه امس هما عملتهم يعني نهار جمع ل�� загعبت Knowing Camp حس exhausted. سلمى شدتك الفطيرة الكل ودخلت بها على الدار ودخلت بها في الكوجينة فتفتتها الكل في القاعة معناها حصيلو تصدم وتقسمو بالاخرش للدار لقيت كيف ما تعرفو الفتفات وكهو حصيلو اكهو الحمدولا وكهو جيت لهنية قلتها خلينا نبدأ بالكوجينا نتحنى عليه هي قبل ومن بعد ندخل على الدار نشوف روحي شون بش نعمل فيه وعلى اساس الحقيقة حبيت معناها حبيت طيب الفتور باهي وهيكا مع صغار ولنعمل حاجة العشية هي كلمتني لحقيقة ما كلمتني من الصباح قالت لي يا قاتلي سيدي نجا نفطر بحدينا بش نطيب الفتور قلت لها ما ما نجمش معناها معايا صغار وكل شي خلي مرة اخرى قلت لي هاتوا نطيبيني الفتور نجي ونفطره بحديك معناها قلت لها باهي ايجا يخاطت ايجاب لت طيب وقرأت لي حسابي وكل شي اكا هو مشيت اول حاجة للكوجينة نظمتها وكما قاعدين نشوفو هزيت كل شي اللي افطرنا في والله العظيم من الحكاية كل ما نقطيكم طرف اعظم طيبتوها هزيت مسحت الطاولة وحطيت الكريسي الفوق بخطر نمش اللم الكوجينة ونعملها مسحة خطر الكل الكلي فتفيت حتى للصالة راتت هالي كلي فتفيت ان شاء الله غضوة قلت نخرج الصالة لكل والنحية الزربية وكل شي يعني نعملو مسحتك الفور ومسحت الخايم عملت دورة على الجاز اليوم مرتاحة مش مش نطيب اما مش نعملو حاجة للعشية يعني حاجة حلوة كي قلت نعملها وكهو رجعت المعون لبلاستو مش نكمل نخسل المعون هذية اللي عندي خاطر زي دليوم مش مش نطيب افطور وكل شي معناها ما عنديش هك المعون برشا دو بل المعون هذية متاع فطور الصباح حبيت نشكركم برشا برشا على تفاعلكم البارح بخصوصة الجوكينجيت اللي شريتهم وفاما برشا عجبوهم وبرشا محلى كليمكم هكا حسيت روحي هكا يعني عرفت وولت تشوف فيهم هكا حاجة اخرى بالحق محليكم وان شاء الله بالصحة ان شاء الله تلبسوهم بالصحة للناس اللي كماندات والناس اللي تحب حب تاخو منهم ان شاء الله يوصلوكم وان شاء الله يعجبوكم متأكد لبش يعجبوكم بخاطر ما نجيبو لكم مشكلتي سواقي ولا حاجة نجيبوكم كان الحاجة المزيينة اللي تستحقها خاطر حسب بالحق محبتي ليكم ما تخلينيش اني نجيبلكم حاجة بش نغشكم بها ولا حاجة ماهيش في المعنى ماهيش بها وكل ربي يفرحكم وربي يخليكم لي ربي يخليكم لي والله العظيم بالحق نحبكم على الاخر ونحب كلمكم ونحب وجودكم في حياتي وان شاء الله كما قتلكم تلبسوهم بالصحة والعافية والهني لبنات اا حبيت زادا نقول حاجة اا خاطر اني اطرحت الموضوع البارحة متاع الخدمة وانه نجمو معنا نختمو في الدار اا فما برشة قالوا لي سيرين دي جا بعثوا لي برشة ميساجات قال اللي تحب تخدم لا حلو ومتردة ولي تحب تخدم حاجات مالحيل ومتردة ولي نقول لكم اصدمو بالحق اصدمو يعني الوقت ايش مش تقول نحب نخدم الوقت ايش مش تقول نحب نعمل حاجة في حياتي نحب هيكا نحب نعمل يعني شفتو لبنات صحيح احنا يا ربي الحمدولة وكهو انه ربي بشي كافينا وربي يعني ان شاء الله يا ربي اي حاجة نعملوها يعني في ديارنا مع صغارنا وانه معناها نحكي لنسيئة لي كيفياني اللي وقاعدة في الدار هيش تخدمها كملت شقرايتها كل شي الحمدولة ربي متأكدا وربي بشي عوضلي خير وخير اما لازم تكون عندك طموحات ولازم تكون عندك احلام يعني تقولوني انتي السيرين شنوه طموحاتك ما نشوفه في حتى شي بالعكس عندي برشة طموحات وعندي برشة امنيات مش امنيات طموح واحلام نتذكر اني قبل قرينا يعني قرينا هيكا محور كامل على الطموحات والاحلام عندي برشة طموحات وعندي برشة احلام حققت جزء منها جزء كبير 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 منها حققته سيء وجزء الاخر ما زال ما وصلتش والحمدولة يعني ما زلت صغيرة وما زلت قدت ربي نوصل لللي نحب عليه هذاكا ليش نحبكم حط انتومة يعني تسعى وورا الحلم بتاعكم تسعى وورا طموحكم تبدأوا يعني الحاجة اذا حطيتها في بيلك كما اللي قالوا ليش نبدأ في الحلو ولا بش نبدأ نعمل اي حاجة اذا انتي حطيتها في بيلك وحابة بتوصل لها نقول لك اصدم وان شاء الله ربي معاك وخاطر انت لو كان بش تقعد مكتفة ديك وتخممه برا انه تحب تعملك الحاجة ومكش منجمة ولا ما فماشيش كوني شجعك ركش ديما مش تقعد هيك معناها ما ترد اذا حطيت الحاجة في بالك اكهو ابدأ بها والله اللي بنات اني هو بش نحكي لكم القناة وبرا ايني كيفش احبتي للروتينات وانتبع فيهم عندي يعني قعدت عامين انتبع في روتينات ما غير ما نعرف حتى شي بحكاية القنوات وبحكاية يعني ما ما نعرف شي والله لاني عارف انهم يخلصوا انه هي خدمة ماشي في بيلي برتاجي وفي حياتهم وكهو نسكت تتفرج فيها اه قعدت عامين انتبع ومبعد في ليلة ونهار اه قعد انتبع في عشيه والله العظيم لليوم الفيديو عندي في البرتاتيف الاقديم كان نصلح وتنواريه لكم اه يعني شديد التليفون وعندي وقت اه انس صغير ما زلت كي ولدت ووقتها ولا عندي سيلم اه عندي عندي سيلم وانس انس ما زالت مازالك تولد وقتها شديد التليفون ونطيف العشيه جوز هكا معناها بالصوت وعمل قهوتي صورتها ونطيف العشيه وكل عبطت الفيديو جووني علي زوز والله العظيم زوز كومنتارات مش عارفة كيفاش فاقوا بالقناة ولا فاقوا بالفيديوهات فما يمكن زوز كومنتارات قالوا لي كم مرة انا مش نتبعوك حصلوا اني بالحشمة فسختوا الفيديو هذك والله فسختوا الفيديو هذك ومبعد قادت قديش نصور ونبعث لاصحابي وبره ولا نصور ونوري العيلتي ونبعد هكا بديت الحكاية معناها حبيت نقول لكم انه انا معناها شوفوا دوبة ما حطيتها في بالي بديت يعني دوبة ما حطيت في بالي حكاية القناة ديراكت شديد التليفون بديت تنصور والله ونبعد هذك قناة هذك كما قلت لكم الفيديو فسختوا هبط فيديو اخر بتاع ماسك زي دهب فسختوا كنت حاشمة حاشمة برشا برغم لا ووريت وجهي لحتى شيء ما حشمت ياسر ونبعد لحقيقة راجلي هو لي شجعني عليها والله كنت راني مانيش عاملة منها راس مال جملة لكنت عارفة انه هي خدمة لكنت عارفة حتى شاكيك اني بمحبتي للتصوير ومحبتي للروتينات ومحبتي للناس اللي تعمل في الروتينات عملتها القناة اما ما كنت ما في بالي حتى شيء معناها الامور الاخرى انه هي خدمة ما كنش حطيتها في بالي حبيت نقول لكم انه اي فكرة جيكم لبالكم واي حاجة تحبوا وتعملوا في حياتكم اه ابداوا فيها ومتخموش خاطر تخمام راهوا اه يعني كل حاجة هيك تبدا فيها خير ما انك تقعد تخمم فيها وكهوا حصلوا لهني لبنات كما شفتوا اه صغار قاعدين يقراوا حصلوا حطوك سابورة لداخل ويقراوا وكل اقراوهما شوية وحدهم اني كملت عملت دورتي في الدارة عملت مسحة قفيفة اه وبعد اه سلمة عملت لها كل زيت هكاية لبنات اللي اخذيتوا من عند الاصيلك القام كاملة وريدها لكم استعملت لها كالزيت ملول خليتوا لها تقريب ساعة هكاك ساعة ونص وبعد خصلت لها شعرها ودوشت لها من ثلاثة حصلوا قلت خلي يبدأوا هكا مضيفين ويبدأوا هكا على راحته ونعرش اني كنت شوفهم هكا مدوشين حاس روحي مرتاحة لاحقا ما شوفهم واجيت على الهنين باش نقراوه وشوفوا اني ولادي كنت جي مثال شون انس اجا اقراوهما يقولي سالم حتى ويحب يقراوهما كيف 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 ونقول سالم يقولي كلهم يحبوا يقراوهما لا ننجم نقلي بالواحد بالواحد واني وما ننجم نزيد نقليهم ثلاثة يعني شفت ندخل بعضي ويبدأوا يتبولد ويبدأوا يضحكوا بالحق يتعبوني على الأخر اما كيبدأ مثال مع عموم وهو يشد مثال أنس ديما كاكي هو أنس واني سالم وسلم هذي كهوكا بحذانة وبرها وكتلون هي تبدل حق ما تقلق السلمة اما أنس وسلم يتعبوني على الأخر كيبدأوا مع بعضهم ما يتغشوا ريتو كان مثال قلت الأناس بتوب انتي من بعد يتغشش حصلوا ما ديتها دي خدمة الأناس بش يكتبك الكلمات وبش يكتب الحروف اللي قراها الحمدوله يا ربي هيك بدي هيك يحط مخه في القراية هيك وبدي هيك فاهم روحه الحمدوله يعني ما كان منسبة لي لعبك هو الروضة لعبه ما هيش قراية على مكحة الحروف كان ما يعرفهم شا من الحمدوله توهكا حصلوا سيدتي فاطمة ركز تعلي كهولاني هذي خدمتهم اللي خدمها في الروضة جبوا يوريوا اللي يفاها بتاع ناس وبتاع سلمة حصلهم هلكوهم نوراق نقيتهم تحولهم ولا كيفيهم يجيبوا فيهم وسلمة تبني فيا سلمة فرحانة عالاخر تقولي يا هذي ايني لو انت ايني هذي عملتها وحفظة الالوان وحفظة الاشكال من روضة والله هيك كنت حاطتها كيك يعني جز هيك هوك تلعب وكل تموت عليها الروضة للي قالوا لي بنتك ش عاملة في الروضة سلمة تموت على الروضة ماذا بهم والله هي البنت ماذا بها تمشي اول واحدة وتروح اخر واحدة تفزق بالاخواتها تحب على الاخر انها تمشي ما فدتش من القراية ما فدتش من روضة جملة لاقيها جوها على الاخر ما تحبش تقعد في الدار فرق كبير ما بين انها تلعب غديكة ولاقيها ابنت في عمرها وما بين انها قاعدة في الدار برشا قلتولي صغيرة وخليها بحديك هي ديما بحديك معناها ما فمش معناها ما هيش مش تبعت كيش تمشي كال الصبحية ولا حاجة ما والله العظيم هي فرحانة فرحانة على الاخر بالروضة حاصلوا تعلمت الالوان تعلمت كيفاش تشد ستيلو تعلمت التلوين تعلمت الاشكال عاصلوا والله عاملة جو بكة وصغطوا انه هي تشوف اخواتها معناها كيفاش يقراها وكل كل هيك فهمة روحة يعني تحب ماذا بي حتى هي تكبرت ولي كيفهم اكاو زيتا سيلم عنده برشا برشا خدمة بشي خدمها اه حب انا قلت له خلي خلي خدمتك نقرواها بعد معناها نبدأ معاك كافك الحاجات نقري فيهم في الدار قالي لا ينخدم خدمتي خطر انيستي تضغش شعليا اكاو كملت قريت وموجيت بحذية لدينا تعديت من القراية ولي هني ادخلت لبنيت مش نحضر كيك اه ما عنديش حليب اه قلت اي خلي نجرب هذية من غير حليب الحقيقة طلعت محليها وبينه وبالزبدة الحقيقة عملتها مش نعمل كيك الليمون ولا القارس القارس اه ارخصه شوية يعني برود هذية بالفين اليوم شريته بالفين ما هو شغالي واني لحقيقة من اهبن الكيكات المنسبة لي هي كيك القارس ولا الكيك الليمون خضيت تقريب ثلاثة مغارفة كبار زبدة وقل مارغاريت اه وحطيت رصه في كيس سكر وركضتهم ممليح كما شفتوا وزدت عليهم ثلاثة كعبات عظم ولهنية لبنات اه بشرط زوزة يعني البشر بتاع الزوزة ليمونات كما اقولوا زوزة قارسات سمحوني على صوتي كيما تعرفوا الحساسية اللي عاولة فيها والله ناخل لبنات في الدواء وباقي شي يعني شفتوا كنشربها ونرتاح وبعد نرجع حمدوا له كهو اه حصلوا لهنية كملت ركفت كل شي ومشن نعصر هيك الكعبتين قارس نزيد نعزز الملكها يعني كل معالق شور اني منسبة لي هذي هذي الكيك الوحيدة اللي ناكلها شفتوا لنحب لاب متاع فانيلا شوكولاتة لحتى شي كنش هيك حاجة تبدأ مسقية عالاخر مش نجم ناكلها نحب ش الحاجة اللي تكون هيك شي حنحب الحاجة اللي تتقربش مثال اه اما متاع للقارس نموت على هه الموت على هه الموت على هه الموت على هه اه الهني شفتوا صبيتك المتاع زوزة قارسات وتوبش رحط الفرينا الفرينا حطيت تقريب ما زوز كسين فرينا وباكو خميرة جدوا بطبيعة سهلة ما فيه حتى شي توا راجع عندنا الليم ورجع عندنا شروبه وتوا الواحد يفتق مواهمه في الكيكين كيك ليمو كيك كيك القارس زاده وكيك الشروبه وحصيله والدنه والجوهة كي لكل نستنى فيه عندك هو الفريس الشروبه والفريس بالنسبة ليه نبدأ نستنى فيه ومالله بالعام للعام اكا هوليني كمالت لما تخلطت الخميرة والفرينا وكما شفتوا القوامة بتاعها بهيشك خطرها بالزبدة كهوم يعني فيه شك السوائل برشة مش تخليها جارية يمكن مش تشوفها نيابسة شوية ولا هيك يعني الخليط مهوش جاري اعاقد هيك تحسوا اما راي هيك هيك تجي خاصة انه هي معبولة بالزبدة يعني تشوفها من بعد جيتها شوشة وطرية على الاخر اكا هوقا ساخدت الفور بطبيعة على 180 درجة باش نحل عليها من اللوطة وبعد هوقا كانت تحبوا تحلوا عليها بالفوق كهو هذه الكيك بعد ما خرجتها خليطها تبرد شوية برغم البلاتو دهنته بالزبدة وحطيته في الفور وباقي شوية اما مش مشكل المهم اه عرفت كيفاش نحاها برغم راني كيبا قطل كم حطيت لها الزبدة وسخنته شوية وباقي شيء اكا هولبنيت اه كملت حطيتها حطيتها في البلاتو والهني مش نحط لها اه اه اذا تتنجمه تخليواه بطريقة هذية معناها مش اه حتى هيك بنينا على الخن وتنجمه كانت تحبوه سكر محور اه مع مغرفة سكر محور ولا مغرفتين سكر محور مغرفة قارس ومش نعملها كالخليط هيك من فوق هيك يزينها بثال اني لحقيقة ما نحبش السكر ما ما تعجبنيش برشة سوس هذه اما اللي هيك يحب السكر وهك وعرفتو كتحسها سكر معها قارس هي بنينا ارا هي كانت تعجبني اما توه خاطر ما عاش نحب برشة السكر ما عادش اه نحاها شوية ولايك للكي يكلم اللوضة اما هي كمنظر مزيينة وحتى نادين اختي وما وكل عجبتهم يعني عجبتهم السوس هيك اكاها وصبيتها بالفوق هي جي عاقدة شوية خاطر من بعد شفتو كيفيش هيك تتحل كبش تقعد في المنظر انا بصبيضة شوية انتوما بطبيعة شنو تحبو كيفيش تحبو زي انو تحبو اه تخليوا عادية انو هيك زيدوها شوية قارس بالفوق اني عندي هذيك اللوز لبيض حطيتو هيك بالفوق وكهو هذي الكيك متاعنا ساهلة في يعني في رباعة ساعة تحضرها ساهلة مهلة ما في حتى شيء كيفيش تبدأ مزروبة تحضرها اه كهو الهني اللي بنت بعد ما جدت ماء جبتنا ملوخية حصيلوا نوتكم وما تشاهيكم وعملتنا في طاير احنا ساي ماء ملوخية راية في طاير بالحق والله هي الحقيقة بنت الملوخية يعني بك الخبز العربي بصراحة ولا هيك فطاير وفطاير وفطاير الطاجين ولا ليهو مش رح حطوا توا نفطر ولبنات بالرغم احنا يعني كلينا يعني ونادين وصغار وكل شيء يعني عندي شربة وكل اخذينا شربة كل ما بعد زدنا فطرنا لهني تقريبا مع العصر معناه ما وصلت روتار شوي كما تعرف الملوخية اصلا هي تاخو وقت يعني في طاير ما تطيبش فيسا معا الفطاير كون رح حصير بيشدك بصحة بدنك اما بحق بنينا بنينا ومن ابن الفطورات بصراحة كهو اللبنيت لهني بعد ما كمنا فطرنا وخسرنا المعون وكل اه قاعدنا بطبيعة الواحدة كيختم ها بقعيدة ينسى بها التعبم بتاع نهار كامل اه كهو حاطينا كلكيك عملت تايخضر محبوش على قاوي قالوا نحبو تايخضر وعندي كالكوكيز ايميس عبلتوا ومن تتمنوا هيكها ومبعد عملنا بطبيعة غلة وكل والحمد لله يا ربي واحدة هيك القاعدة هيك بصراحة تنسيك كل شيء وعرفتوا كل بالحق الواحدة هيك لازم منها عرفتوا كل انك تقعد وترتاح وشوية العشية وكل وسخته وتقعد مع الناس تحبهم الناس اللي في الغربة واللي ديما قولولي سيرين كنشوف قاعداتكم هيك قلبنا يرجعنا ان شاء الله ربي يرد غربتكم يا ربي وربي يفضل لكم عائلتكم وهديك الدنيا يعني سبحان الله كل واحد ربي شمو ما كتبله ربي واحد كتبلها بش تعيش بحثة دارها بحثة دارهم واحدة ربي كتبلها بش تعيش بعيدة شوية والله يصدقوني كل حاجة لها كما قولوا ايجابيات وسلبيات معناها يمكن انت في الغربة سيح موكش بحثة داركم اما فما حاجات خير ما اللي تعيش لهني وكيف كيف يزدق احنا انه عايشين لاني بحثة جو متاع عائلاتنا وانه في وسط في وسط ناس معناها ناس معناها في وسط عائلتنا كما قولوا تنسينا برشا حاجات والله لعظيم الحمد لله يا ربي وكل واحد ربي شو ما كتبله في دينيته ان شاء الله انتم يا ربي يرد غربتكم يا ربي وتتلقاوا بعائلاتكم وان شاء الله تشوفوهم وشوفوكم في ساعة سعيدة وكما شفتوا حاصيلوا هذي الفيديو متاعنا لليوم كملت صبينا هالتي حبيت لحطوا بالصوت بالصوت يعني وبعد قلت خلي خاطر فاهم برشا حسه بتاع صغاري ما رحكي لكم شو برا صغار شو عاملية هاوكا جاي هاوكا جاي هاوكا جاي هاوكا جاي هاوكا جاي عاصلوا ربي يحميهم يا ربي وربي فضلهم وفضلكم صغيراتكم آآ وكهو الحمد لله يا ربي واللي سألوني على أنس حمد لله لبنيت أبرك أبرك برشا صحيح ما زلت ما رجعتوش كونترول أما أبرك يعني ايدو آآ بحالك فاك مش كما يعني مش كما كان أملو الفهمتو الحمد لله يا ربي تحسن على الأخر وإن شاء الله نمشي نعمل كونترول لذي تنشوف معناها العظمة آآ يعني رجعت اللحمة ألا لكن ما قد لكم وخيها خطر كسرة آآ إن شاء الله تطلع لعباس إن شاء الله تطلع رجعت في بلاصتها وكهو خطر هي السنتور هذي كما قينا هالوش بكري معناها قعد يمكن تقريب عشرة أيام باش باش يخذينا هالو حصيروا لهنين اللي بنيت هذي الكايك شفتوا محلاها هو كهشوش برغم من الخليط تمكن تشوفوه عاقد شوية مري هشوش على الأخر وطرية بنينة على الأخر لناس اللي تحب الزبدة وآني منهم الحقيقة نموت على الزبدة وكل حاجات اللي تبدأ بالزبدة كما كروسون الحاجات كما هيك نموت عليهم راوة الكايكة دية اللي بالحق عجبتني على الأخر وإن شاء الله قلت كل ما نجي نعملها الكايكة دية نعملها كنا بطريقة هذية معناها وكهو هيك نكون وصلت بكم لأخر الفيديو إن شاء الله فيديو اليوم أعجبكم بوسة كبيرة لكم نس لكل نحبكم نحبكم مرحبكم يا أحلى عيلة في الدنيا على خير وبسلام